ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تمت توعية كذلك بشأن أهمية الالتزام بلبس معدات الوقاية الشخصية وتعقيم المراكز الصحية والمستشفيات بشكل مستمر علاوة على ذلك فقد تم الترتيب مع دفاع المدني لتعقيم المرافق الصحية بشكل إضافي وتكاملي بحسب تقييم خطر العدوى كما قام فريق مكافحة العدوى بجميع المراكز الصحية والمستشفيات بتنظيم محاضرات توعوية حول الوقاية من فيروس كورونا وطرق مكافحته والتدقيق على غرف العزل وتأكد من اتباعها للاشتراطات المطلوبة لعزل الحالات القائمة أو المشتبه بإصابتها اشتركوا في القناة